الجزية التانية وهي متعلقة بتقنية حكم الفيديو ببروتوكول الفار الكلة الان الفار هيكون موجود هل ممكن لقدر الله يتعطل في الجمارج زي ما حصلت قبل كده اكتر من مرة انبارح كان فيه ورشة عمل مهمة جدا الورشة دي مش باتكلم في تفاصيل فنية بتكلم على فكرة ان ورشة العمل دي بتدينا يعني صورة ان تقنية الفار في حرص من الاتحاد الافريقية تكون موجودة في كل مباريات الزهاب في دور الابطال والكونفيدرالي قدامكم على الشاشة جلسة زوم ميتينج اتعاملت بالامس من خلال فيرونين بومبا الامين العام للاتحاد الافريقي وفي حضور مجلس خبراء التحكيم ايدي مايه وديون يورمانديز وجيرون دامون كانوا موجودين مع القطقم التحكمين لهتدير مباراة الزهاب في اربع لقاءات مباراة التراجي والاهلي فيكتور جوميز قدامكم طبعا على الشاشة مباراة الوداد وكايزاري تشيفز هيكون فيها ايضا كمان ماجيتة نضاي وعندكم طاقم تحكيم مصري حكام مصريين موجودين ايضا امين عمر ومحمد عادل محمود عشور طارق مجدي احمد خصام طه موجودين قدامكم في الصورة هيكون موجودين في مباراة القطن الكاميروني وشربت القبيعي الجزائري وايضا طاقم تحكيم هيكون موجود في مباراة بيراميدز والرجاء المغربي ورشة العمل دي مش في تفاصيل فنية ده بتديك صورة ان تكنية الفار في حرص من الاتحاد الافريقي تكون موجودة في الاربع مباريات وكان الكلام بالامس على ازاي ان احنا نمر بالاربع مباريات لبر الامان عشان ما يتقررش نفس الازمات والمشاكل التحكمية اللي كانت موجودة في الفترة السابقة حرص الاتحاد الافريقي على ورشة العمل والحديث مع الحكام وكأنه معسكر لمدة ساعة كان مهم جدا الاضافة لده كمان هل تتخيلوا ان في مباراة في كاسو الكنفدرالية اتنقلت للعواصم عشان تقنية الفار تكون موجودة وما يكون شوفه صعوبة في نقل هذه التقنية الى ملاعب في اماكن بعيدة عن العاصمة رادس وتونس هي العاصمة هتكون فيها التقنية فيكتور جوميس حاضر جانيسي كازوي الحاكم الزنبي موجود في التقنية وبإذن الله هنشوف عدلة تحكمية بنسبة كبيرة جدا لان الادارة الجديدة للكاف عايزة تنجح بشكل كبير جدا في هذه الفترة وتمر مباريات دورة ابطال افريقيا خاصة في رادس لبر الامان طيب الجزئية التالتة استعدادات الاهل والاهل وصل بالامس ومن اليوم بدأ العمل الجاد للتدريب في الملعب الفرعي لرادس في تفاصيل كتير في هذا الموضوع وفي اخبار كتيرة في هذا الموضوع خاصة بعد انضمام اللاعبة الاجانب اللي كانوا موجودين في المنتخبات في الاجندة الدولية وجود الكابتن محمود الخطير زي ما احنا شايفين في الصورة مع الكابتن سيد بالتأكيد قرئيس للبعثة والدعم المعنوي